أنت صرت إنسان مشهور عندنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج فيا فاروق لازم أنت تهدي من نفسك والله أحاول 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 هذه لا أعرف أنا أحاول فاروق أنت لازم يكون جنبك صاحب كل ما غلط ضلبك في فمك عين وصاحب بالله في هذا الزمن أين تجد صاحب نحن في زمن فاروق بالله اشتكتلي يا فاروق والله اشتقنا لك والله العظيم أنا أدخل بثوثك والله صراحة وشفتك مع صاحب الجراد والله أرغب في التقيق والله أضحكت يوم شفتك مع صاحب الجراد والله أنا فرح داخل ما نتكلم بحوار يجلب لي جراد والشيء الذي صار يوغضبوني أنا في هذا التطبيق من بين كل عشرين شخص تدخل معه واحد تستطيع أن تتحاور مع حوار أخذ ورد نقاش شيء مو زعيش طيب فاروق نعم أنا دخلت عندك كم مرة شوف دائماً أي أحد يسألك سؤال ترهوه قصده مكيدة لك أنت إنسان أنت إنسان فاروق على طبيعتك أنت إنسان يعجبني فيك وأنا قلت قلت فاروق وأنت تؤيدني أنا أقول دائماً الإنسان طبيعاً يكون متناقض أوقات التناقض أوقات يكون طبيعة الإنسان ما في أحد من متناقض يعني أنت أوقات يجي كأحد تكون نيتك سليم وطيبة في يسألك عن قبيلة أو يسألك عن مدينة أو يسألك فهو يبغى منك هذا الشيء حتى ينشر عليك فهمت؟ هو ما يحبك اللي يحبك ما ينشر عليك شيء مسيء خذها قاعدة والله المشكلة أحياناً تقول أمور جيدة لم أرىها نوشي رسقط نناقش مواضيع لم أرىها قد هذا أظهر لي شيء الناس تريد استهلاك هذه الأمور يعني الأشياء التي تنتشر هي التي تريد الناس استهلاك هم لما يشوف في ناس شوف المتابعين ثلاثة نوعية فاروق أنا قد يعني قد عندي عندي مذكرة كاتبية عشر صفحات على متابعين أسميه متابعك المتابعين ثلاثة نوعية فاروق النوع الأول يتابعك يحبك بس ما يبغى منك لا فائدة ولا يبغى منك بس كده عشان بينك وبينه علاقة ومحبة أدخل على فاروق ما بيستفيد من فاروق المتابع ثاني يستفيد منك ويأخذ الشيء الطيب الثمرة اللي عندك المتابع الثالث هذا أشرس متابع اللي هو إيش يتبع التصيد يتصيد عليك فهم يكون مجهز اللي هو التسجيل أي خطأ الفاروق أخذنا ونشره نحن بشر نحن بشر نخطئ نحن نخطئ يعني أنا إذا رأيت مني عيد ورأيت على لايف شهدته ألف واحد والألف الدونه بالتي كسبناه ما تكفي هل تعني ما تنشره مشكلة الناس أنه يتفق مع كلامك على نفسه بس مع الناس ما يتفق هو يتفق أنه مع نفسه أني أنا وصيب وأنت ترى لو صار عليه شيء قال أنا ترى أصيب أختي بس فاروق لا ما يفكر في هذا الأمر في بعض الناس أنانية يا فاروق يعني على فاروق عادي بس أنا لا على نفسي لا ترى في ناس أنانية تعودنا منهم على هكذا عندما تتعود على الأمر يا صار عادي تصار لا تهتم لكنه لكنه أنت شخصية ترى أقولها وأنا صادق شخصية لطيفة جدا يعني أنت توسع الصدر يا فاروق والله شكرا لك شكرا لك والله يعني القبول اللي جاء شوف أنت في قبول أنت في قبول حلو جميل وأنا أقوله نعيد فاروق وحتى أنا أتكلم بالنسبة ترى أنا لما أدخل مع مشاهير ثانين محتواهم يكون مبهدف ترى أنا معهم أمشي ويطربك لكن لما أطلع مع شخص عنده محتوى عنده رسالة ترى تتغير أفكاري ويتغير مفاهيمي وتغير حواري لكل مقام مقال هناك موضوع رغبت في أن أسألك عنه أسلم ألا وهو عزوف الشيوخ عن الدخول إلى وسائل التواصل الشمائي مثلا عزوف عدد كبير من الشيوخ عن الدخول إلى مواقع التواصل الشمائي عدم فتح حسابات فيها وغيرها مثلا نحن نعرف هذه المواقع مثلا تيك توك معروف بالسخافات معروف بالعري الذي ينشر فيه وغيرها كما هناك نستسالك هذه الأشياء يمكن مثلا للشيخ أن يدخل يلقي محاضرات يتحدث عن أمور دينية تفيد الناس إذا جنى مال قد يستغل هذا المال مثلا في الدعوة أو غيرها يعني كما يمكن أن يكون مثلا هذا التيك توك فيه شر كبير يمكن أن يحول الناس لخير كبير لماذا نركز على الجائل فقط لأنه ليس فيه خير لماذا لا يدخلون له أنا أتساءل عن هذا الموضوع شوف يا فاروق مشكلة فيه والله ترى موجود موجود فيه مشايخ وفيه ناس كويسين وفيه لكن مشكلة للناس ما يدعمون هذه الفئة الناس بعضهم يعني أبتكلم بكلام يعني أكثر اللي يدخلون التوك توك عنده عنده أبغى أنبسط أبغى غير جو أبغى تابع مشاهير أبغى فلما يكون الفئة اللي كويسة الفئة اللي اللي عندها العلمية اللي عندها المعرفة اللي عندها الثقافة تجد في بثه خمسين ستين هو المفضل الوحيد اللي يدعم في هذا البرامج وبعضهم يحاربونه ترى أهل الشر انظر لي شيء التيك توك ينشر لك مثل المقاطع مثلا حتى خمسون ستين إذا أخذ واحد فيهم مقطع جميل أنت قلته وضع فيه أنشودة دينية غيرة للأبيض والأسود أي شخص سيقول واو هذا الشخص يقول كلام جميل ليه نبحث عنه ويشاهدك فأعتقد هذه لها حلوها لها حلوها بس مشايخنا الكبار يعني مو أماكنهم هذه للأمانة يعني هذا الأماكن يعني زي مثلا ولكن مثلا طلاب العلم لا لا فيه طلاب العلم قد تكون هذه أماكنهم شف أبعلمك شي يا فاروق شف يعني اللي عنده علمي شف أنا أنا داخل برنامج هذا لي سنف وأنا كنت ضد هذا البرنامج كنت أقبح برنامج عندي هذا البرنامج أنا مثلك أنا أكره هذا البرنامج أنا يعني مشغل في مكتبتي وطلب العلم وزي وما أنا وفي القنوات يعني ما أنا منشغل في البرنامج جاء من اليوم جلس مع ذيام من أخيات أثنين كله طلاب علم قال لي أبو سعد أنت إنسان تقعيم ترجمة نانسي قنوات ترجمة نانسي قنوات